إذن آية البينة لم يكن لذين كفر من أهل هذه المن ضداً على ما ذهب إليه جماهرة المفسرين قالوا هذه بيانية غير صحيح الصحيح ما ذهب إليه الإمام أبو منصور المتريدي في تأويلات القرآن قال هذه من تبعيضية واستحسنه الألوسي ودعمه وإحنا نصير في أثرهما ليش طيب؟ العدلة كثيرة لأنه ثبت في إبان النزول قبل النزول وبعد النزول وإلى اليوم من آهل الكتاب أناس موحدون موحدون توحيدهم خالص بفضل الله عندك الموحدين من نصارى يؤمنون بأن عيسى عبد الله ورسوله مش أكثر من هيك الله واحد أحد عندهم ما هذا تفعل بهؤلاء؟ النبي أشار إليهم مرة تم مجلة هرقل في الكتاب الشهير وهو في الصحيح قال له فإن توليت فعليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك وعلى فكرة الله تبارك وتعالى هو الذي قال لنا ليس بعد الحق إلا الضلال ولا يمكن لله أن يجري مفاوضة حلاً وسطاً بين الحق وبين الضلال إلا أن يكون الذي أراد الله أن يجري مثل هذه ماذا أقول مثل هذا العرض معه أنه بإمكانه الرجوع إلى الحق إلى نصاب الحق المقبول منه والمدعو المدعو هو أن يرجع إليه ما هو تحقيق أصل الدين وهو التوحيد أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دول الله تعلموا الآية فإنت وإلا فقول اشهدوا بأن ألم يكن الله عز وجل قادراً أن يقول كلمة سواء وهي أن تدخلوا في شرعتي ومنهاجي وغيرهي غير مقبول لا 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 الله ما قالهيك بالعكس هو قال في المائدة لكل جعلنا منكم شرعة موضوع الثاني ومنهاجة ولو شاء الله جعلكم أمة واحدة ما بدو الله من حكمته أن يبقى كل أهل شرعة على شرعتهم لكن لا بد أن نجتمع على على أصل الدين الواحد إن هذه أمتكم أمة واحدة مطلوب من هذا